سباح دولي ولعب المنتخب الوطني للسباحة يموت غرقا هي ليست شعة أو خبرا مفبرك بل هي حقيقة حدثت في منطقة الأعظمية السباح محمود العبيدي توفي في نهر دجلة عائلة محمود تقول أن الحادثة جنائي والرواية الكاملة بحسب والده كالتالي خابروا قالوا ساعة قالوا تعارك محمود بلس شاشين راح بيت أهل مرته راح ولهناك ملقه وراء شوية يابا محمود تخربط وراء شوية من خابره ولد صديقه أو صري بن خارطه قال لك عشط محمود ميت يقول جئت قلبه ميت صلى هواية والله أكو شوية بخشمه وكوهنان وكونا زراج سباح الأعظمية انتهت حياته في ذات النهر الذي تعلم فيه السباحة عند الصغر الشهيد المغدور كما كتب في لافتة عزائه يقول ذوه أنه مات خنقاً ويطالبون بفتح تحقيق عاجل لكشف ملبسات وفاته هاي موما الغرق هاي موما الواحد خانق يعني من سابع المستحيلات همالي بيننا غرقان لأن سيطة واصل مجرب مع السباحة بطل عرب السباحة احنا نطالب رئيس الوزراء أن يفتح تحقيق بهذا الموضوع من مثل العراق في عدة محافلة خارجية يرحل عن ابنه الصغير وزوجته لا من أجل بطولة وإنما لقبره لتنطفئ شمعته في الخامس والعشرين ربيعاً ويشتعل الجدل حول أسباب موته من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير